تلال 2020 أستاذ محمود عشناها احنا 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 اشتغلنا بتاعتنا بنتابع الأخبار والأحداث والإنجازات والكوارث والمشاكل لحظة بلحظة فيمكن ما بمبصش بشكل شامل على لكن احنا في آخر حلقة من السنة بعد مرور أكتر من كل هذه الحلقات ربما يعني قد إيه في عشرين في عشر أو حوالي متين وخمسين حلقة مثلا والواحد قاعد عمل في تفاصيل في تفاصيل تفاصيل لكن أهم ما يميز عام عشرين وعشرين كان فيه أحداث مهمة جدا أحداث مفصلية كورونا طبعا هو الحدث الأساسي ما زال مستمر معنا انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب حدث كبير جدا كان في عشرين وعشرين رغم كورونا تمت التجهيزات الترتيبات الانتخابات بقى عندي برلمانين اتنين الغرفتين في وقت الناس فيها منبهرة باللي بيحصل وأثمر وأنجز فعلا شخصات جديدة نتيجة الانتخابات أفرزت مفاجآت أيضا منها مثلا يعني ظهور مجموعة من الشباب الجدد وخروج مجموعة كبيرة من النواب القدمة رغم بالتفاصيل بس ما لفت نظرك في عشرين وعشرين مش من إنجازات بس من أحداث إيه أهم ملامة عشرين وعشرين طبعا يعني خلينا زي ما حرك قلت كورونا نتكلم عن المستوى العالمي انتخاب بايدن رئيسا لأمريكا ده ممكن أهم حدث دولي في مصر أكيد الانتخابات هي أهم حدث سياسي انتخابات الشيوخ ثم انتخابات النواب لم يكن أحد يتخيل أن تتم هذه الانتخابات حتى لما أنا فاكر لما بدأت الشيوخ كانت الناس بتتكلم على فاكرة طبهم مستعجلين على إيه ولكن لو ما كانتش تمت في الوقت ده كان صعب أن هي تتم يعني إجراءها في حد ذات إنجاز إنجاز لا إجراءها يعني طبعا خلينا نتذكر بالخير الله يرحمه المستوى الشيوخ لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهاية الوطنية للانتخابات أن هذا الرجل يعني تحمل المسؤولية في وقت صعب ورجل يعني قام قانونية كبيرة وأنه عزي أسرته وأسرة القضاء المصري في هذا الرجل لأنه تحملها في وقت صعب وعشان يعملوا الانتخابات فقط كورونا اضطروا يغيروا كثير من الآليات زي المصريين في الخارج مثلا يبعثوا بالبريد ويسجلوا قبلها وبتاع فيما لا يخالف القانون ولا دستور وفي نفس الوقت يواكب ظروف الدول برة اللي للدول برة كانت تمنع أن يبقى في زحام عند السفارات الأهم بقى أن احنا كل الناس كانت متخوفة وأن الانتخابات ستؤدي لانتشار كورونا وغير ذلك حصلت إجراءات حصلت كمامة لكل واحد حصل تباعد حصل يعني إجراءات عديدة حفظت على المصريين أجرينا الانتخابات وتم ما شفناش حالات يعني يعني نقول الانتخابات سبب فيها سواء انتخابات الشيوخ أو انتخابات النواب نيجي بقى على مضمون الانتخابات العمل البرلماني مجلس الشيوخ 300 عضو وقلنا أكتر من مرة أن وجود غرفتين دول مش بدعة يعني في دول كتيرة فيها الغرفتين ومجلس الشيوخ عنده فرصة حقية لبالك كمان انت في الفترة دي ممكن نجيلها بعد كده انت كمان خلصت تغييرات رؤساء تحريف الصحف القومية الهيئات الإعلامية كلها وده كانت يعني قرارات تأخرت نوعا ما فتم إنجازها بشكل كبير مجلس الشيوخ زي ما قلنا غرفتين مجلس النواب غرفة الغرفة الأولى 600 عضو تقريبا أو ما يربع من 600 عضو منهم حوالي 28% من السيدات أول مرة في صريق مصر آه دي نسبة لم تتكرر الأمر الآخر خليلي بس كل ما تقول حاجة كده في حصة لأحطها جنبي أقول أدي أول حق من حق الإنسان اللي هو تمكين المرأة حق المرأة المساواة كل ما يحطوا في صدق الجامعة